أسبوع أزمة إنسانية في العالم أسفرت عن واقع مأساوي قتل فيه عشرات الآلاف بينما يتعرض الملايين لخطر المجاعة هكذا وصفت الأمم المتحدة المشهدة في اليمن حيث تتفاقم الأزمة وتزداد تداعياتها منذ 2014 حين استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء دفعت المواجهات العسكرية في اليمن بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي آلافا من الأسر إلى مغادرة مناطقها نحو مخيمات النزوح إلى محافظة مأرب التي تضم 140 مخيما وبحسب التقارير فإن الصراع الدائري في البلاد منذ ست سنوات أسفر عن نزوح وتشريد ومقتل أكثر من 100 ألف شخص وذكرت الأمم المتحدة إن النظام الصحي في البلاد قد انهار فعليا تارك ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن شبح المجاعة في اليمن أصبح قريبا في ظل تراجع ملحوظ في جهود الإغاثة واستمرار حصار المدن نتيجة العمليات العسكرية وأن النزاعات في اليمن دمرت البنية التحتية للبلد وأفقد السبعة من كل عشرة يمنيين أمنهم الغذائي وأصبح من الصعب جدا على السكان الحصول على المتطلبات الأساسية للحياة فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الإنسان في اليمن أكد أن ميليشيا الحوثي عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لتجنيد الطلاب للقتال في صفوفها ميدانيا أعلنت قوات الحكومة الشرعية عن مقتل أكثر من ألف مسلح من ميليشيا الحوثي خلال شهر أيلول الماضي في مختلف جبهات القتال بين الطرفين فيما أكد التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتفجيره فوق الساحل الغربي لليمن وأعلن أيضا عن أن قواتها اعترضت ودمرت طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية من جانب آخر فإن الحكومة اليمنية الشرعية طالبت بسرعة إنهاء تمرد المجلس الانتقادي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرة جنوب شرقي البلاد والذي أربك المشهد في اليمن الدور الإيراني من خلال دعم ميليشيات الحوثي يفاقم يوما بعد آخر الأزمات المتتالية على اليمنيين الذين يتطلعون إلى إنهاء التدخلات الخارجية والعيش بأمن وسلام وسلام